اشتركوا في القناة الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أسنيت على نفسك وبعد سبق معنا في الدروس السابقة كيف اشتد الأذى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى على النبي عليه الصلاة والسلام حتى صار التعذيب لا يطاق لا يحتمل من جسد بشري فأنزل الله عز وجل قوله تعالى قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فكانت الآية تحس على الصبر على التعذيب والصبر على الطهاد الوسنيين للمسلمين وفي نفس الوقت ترخص لهم بأن يهاجروا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه اذهبوا إلى الحبشح فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد وهذه كلمة عظيمة جدا لأن الإنسان أشد ما يكون عليه هو الظلم وهم يبحثون عن العدل يبحثون عن أن يعيشوا بأمان وسلام وعدل بعيد عن الظلم فلذلك طلبوا العدالة عند ملك غير مسلم فذهبوا وهاجروا إلى الحبشة لأن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد ما قيمة الإنسان إذا كان يعيش تحت سلطان ملك مسلم ولكنه يظلمه قد يكون هذا الملك يخطب جمعة كما كان في التاريخ الإسلامي ولكنه ظالم ظالم للأمة وظالم لعباد الله عز وجل انطلق الصحابة طبعا بسرية تامة انطلقوا شيئا فشيئا حتى ذهبوا وتجمعوا في الحبشة وبين الحبشة ومكة هو البحر الأحمر يعني ربما سبعين أو سمعين كيلو متر فقط ذهبوا إلى الحبشة وكان فيها النجاشي وهو لقب من ألقاب ملوك الحبشة وكان مسيحيا نصرانيا وكان حوله عدد من البطاركة وكان أيضا هو في نفسه هو كان من أهل العلم ومن رجال الدين انطلق الصحابة إلى هناك ولما علمت قريش ورأت كيف الصحابة بدأوا يتسللون حتى وصلوا إلى الحبشة هناك حاولوا أن يستردوا الصحابة من النجاشي وكان عمر بن العاص في ذلك الوقت ولم يكن مسلما بعد كان من أكثر الناس علاقات عامة مع الملوك ومع رؤساء القبائل وشيوخ القبائل وكان من قبل ذهب إلى النجاشي وجلس معه وقدم إليه عدد من الهدايا فانتدبوا عمر بن العاص ليذهب إلى هناك وذهب بصحبة رجل آخر من قريش وصلوا إلى الحبشة وأخذ معه عدد من الهدايا التي يحبها النجاش أيها الملك كيف حالك كذا كذا ثم قال له إن عددا من قومنا قد أتوا إلى بلادك وهم يشكلون خطر على أمنك القومي أنا أتكلم معكم بصيغة يعني هي مفهوم هي مضمون الكلام ليس بالألفاظ هكذا الذي أراده عمر بن العاص ومن أراد النص بتمامه فليذهب إلى كتب السير هؤلاء يشكلون عليك خطر على الأمن القومي ابتدعوا دينا جديدا يدعون إليه يسفه دينك وكذا يعني حرضوه تحريضا عظيما فلو أرسلتهم معنا لنأخذهم ونعود بهم إلى بلادنا فنؤدبهم هناك فالنجاشي لأنه ملك عادل ماذا قال؟ قال لا والله لا أسلمكم إياهم حتى أسألهم فأرسل في طالبهم فجمعهم ثم أتى بهم إلى النجاشي طبعا النجاشي ملك حظيم وحوله الحاشية والبطاركة الصحابة رضي الله عنهم اختاروا جعفر من أبي طالب وكان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أفصحهم أيضا وكان أيضا أكثرهم حكمة فرضي الله عنه دخل فسأله النجاشي من أنتم؟ لماذا أتيتم إلى بلادنا؟ فقال له أيها الملك انظروا إلى حكمة دعوة غير المسلمين إلى الإسلام بطريقة غير مباشرة دعوة غير المسلمين إلى الإسلام بطريقة غير مباشرة انظروا إلى هذه الحكمة التي تعلمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيها الملك تعظيما له إنا كنا قوم جاهلية نعبد الأوسان تعرفون المسيحية لا يحبون عبدات الأوسان ويعدونهم كفارا نعبد الأوسان ونأكل الميتة ويعدوا بعضنا على بعض ويقتل ويئد أحدنا ابنته وعدد له مساوئ ومساوئ ومساوئ العرب قال ثم أتانا رجل منا نعرفه نعرف صدقه أمانته أخلاقه هو أحسن الناس صدقا وأحسن الناس أخلاقا وكلنا نحبه ونسميه الصادق الأمين فدعانا إلى ترك الأوسان وعبادة الله وحده وأن نحسن أخلاقنا وتتآلف قلوبنا ونرتقي بإنسانيتنا وأعطاه الأخلاق الإسلامية العامة فعد علينا قومنا ظلمون قونا فآزونا وضربونا وقتلوا منا ثم قال لنا رسول الله اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد رضي الله عنه فنظر إليه النجاش فقال هل يكلمكم بشيء يخبركم بوحي بشيء قال نعم قال ماذا يأمركم اقرأ لي شيئا من ذلك انظروا إلى حكم جعفر أبي طالب رضي الله عنه ماذا قرأ له ماذا تتوقعون قرأ له أليس المسيحيون يحبون المسيح ويحبون مريم ويبرئونها مما اتهمها به اليهود من الفاحشة فأعطاه ما يحب فقال له واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقية فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هي إلى آخر الآيات وهو يقرأ كيف أتى جبريل إلى مريم لكن لم يقل جبريل قال روحنا وتعرفون المسيحية عندهم الروح القدس النجاشي كان مسلسا يعني يعتقد بالسالوس الأقدس لم يكن موحدا كان يعتقد بالسالوس الأقدس ولكن الآيات القرآنية في هذه الآيات القرآنية لم تفصل أتت مجملة الآيات التفصيلية الأخرى لم يذكرها جعفر بن أبي طالب لأنها مراحل متقدمة في الحوار أما الآن الحوار بالمجمل هكذا نظر جعفر بن أبي طالب وهذا الداعي الحكيم هكذا يبحث وهكذا ينظر وهكذا يرى وهكذا يخاطب وهكذا يفتح قلوب المحاورين أولا ثم يفصلون فيما بعد وجعفر بن أبي طالب يقرأ والنجاش يبكي فلما انتهى قال والله لا أسلمكما القوم أبدا قال ما عدا عما أتى به المسيح عليه السلام نفس الكلام الحكى المسيح فعمر بن العاص وكان داهية من دواهي العرب قال له أيها الملك تدخل فورا إنهم يقولون بعيسى بن مريم أو بالمسيح قولا عظيما فتفاجأ النجاشي قال ماذا تقول بالمسيح قال نقول كما أخبرنا رسول الله وكما قال الله في كتابه قال ماذا قال قال هو رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فنظر النجاشي إلى عمر بن العاص وقال له أو نزل إلى الأرض وحمل شيئا من الأرض وقال والله ما عدا المسيح أو لا يوجد خلاف بيننا وبينكم بمعنى قوله ولا بمثل هذه اذهبوا فأنتم الطلقاء في بلادي افعلوا ما شئتم وأنتم لكم حماية خاصة مني سبحان الله انظروا إلى حكمة الداعي إلى الله انظروا ماذا اختار جعفر بن أبي طالب من الكلام اليوم كيف نحاور إخواننا المسيحيين لو كان أحد دعاة اليوم أو مشايخ اليوم أو علماء اليوم كان فورا قال لهم كلمة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وهي التفاصيل التي أتت فيما بعد أنت تحاور غير أهل دينك ابدأ أولا بالأخوة الإنسانية الأخوة الدينية الإبراهيمية ثم بيّن لهم أننا لا نريد منكم هذه هي الحقيقة لا نريد منكم إلا أن نتباحث لنريكم بعض الأمور التي نراها عندكم حصل فيها أخطاء بسبب الترجمات وبسبب تدخل الملوك والمجامع الكنسية وبسبب أيضا بعض رجال الدين الذين لا إخلاص لهم وبسبب فقد النصوص الأصلية والتراسية والمخطوطات وإلى آخره عند ذلك ممكن أن يقبلوا وممكن أن يرفضوا لا إكراها في الدين رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين